يعني هنا في الغرب مثلاً في بريطانيا إلى عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية مجلس العموم البريطاني والرأي العام المثقف السياسي البريطاني كان مع هتلر ويؤيد هتلر وهتلر شغل ممتاز وإنسان ممتاز وعظيم وسيقدم لأوروبا وفجأة انقلبت الموازين كلها وأصبح الرجل إمام الشر والشيطان المتوج أليس كذلك؟ وطبعاً وانقلب الرأي العام ورأي المثقفين ورأي الصحفيين هذا بصير نفس الشيء تكرر مع ستالين مع جوزيف ستالين ولا مصنحية وعن فينا القصة هذا بصير فلذلك انت أين لا تستغرب أن يأتي واحد مثل المودودي أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند مثلاً وفي كتبه المطبوعة إلى اليوم ويزرح يقول لك إحنا إحنا يعني أحد الأمثلة التي نستلهمها وتعثرنا بها مثال الحكم الشمولي التتالي تحدث عن شمولية إسلامية رجل هذا اليوم يقشعرنه البدن لكن في عهد المودودي وعهود قريبة تالية هذا كان شيئاً مستحسناً شمولية نحب شمولية أنت ستجد بعض المفكرين المسلمين قبل عشرين وثلاثين سنة كانوا شمولياً في تفكيري ويتبجح بهذا أننا نريد طريقة معينة في الهيمنة تهيمن على كل مفاصل الحياة هذه شمولية الإسلام تحت شمولية الإسلام أن الدين ودنيا وعاطفة وقلب وعقل واقتصاد وسياسة هذا اليوم الحديث أصبح إيمن الماضي لا أحد يقبله ولا أحد يخشع له ولا مستحية تتغير الأمور فلا تحكم على حوادث الأمس بمزاج اليوم وعقلية ليس ستكون أكاديمي حقيقي ليس ستكون عالماً موضوعياً العالم موضوعي غير عنده نفس بارد ودائماً رائده الموضوعية والدقة في الأحكام العلمية إن شاء الله إحاول قدر المستطاع أن نكون كذلك وإلا كما قلت لكم المسلم يعلم أنه مأخوذ عليه في كل ما يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقصة التآثر هذه قصة مهمة وخطيرة أيضاً لماذا طيب؟ أقول لك لي الآن لو جاء واحد مسلم وقد يكون حسن النية وحسن القصد يقول لك أنا اقتنعت بالتنظيم المسوني طريقة المسونية أو المسوني الأحرار هؤلاء في التنظيم والسرية والاستخفاء والانتهازية والتلوان الحربائية ناجعة بداية أنهم ما زالوا على القلب منذ القرن الثالث عشر يشتغلون سبعمائة سنة الآن المسونية سبعمائة سنة طبعاً دعوكم الأساطير أن الأساسها سليمان بن داود والكلام الفارغ لا لا هي تأسس في أوروبا لها قصة ثانية لا نستطيع أن نأخذ فيها لكن ممكن إذا طلب ممكن هي في القرن الثالث عشر نقابة بنائين فعلاً بنائين بنائين كانوا يبنون فعلاً بناءون أحرار لماذا؟ قضية ثانية فاختنع بهذه الطريقة وبهذا الجدول وبهذا البرنامج ولكن فرأه من مضمونه وعضع فيه مضموناً إسلامياً ما ستكون النتيجة؟ النتيجة مثل مقال عيسى إنك لن تجتني من الشوك العنب سيطلع لك شوك لأنك أنت أخذت أجندة وأخذت برنامج وهيكاية لتنظيم ليس نظيف على الأقل في مرحاته الرمزية الماسونية في المرحلة الفعلية أبداً كانت نقابة بنائين نقابة ولماذا نشأت هذه النقابة؟ موضوع ثاني لسه موضوع ثاني كل عوام موضوعية الدراسة العلمية كشفت عنها ليس قضية مؤامرة وشريطانة ويهود لم يكنوا علاقة بها اليهود ولا يعرفوا فيها شيء أصلاً لم يكنوا علاقة اليهود كانوا متهدين في أوروبا ولا يسمح لهم أصلاً بدخول هذه المحافل إطلاقاً لكن الماسونية في المرحلة الرمزية اختلفت ودخل فيها اليهود والمسلمون والشرق والغرب قصة ثانية هذه تتكلم عن علم وعن دراسة ليس عن أوهام وعن قراءات في النت وبعض المحاضرة لبعض من لا يعلم لا لا تتكلم دراسات علمية دقيقة مكتوبة في الشرق والغرب جميل البصير إيش إنك أنت ظننت أن هذا القالب وهذا الهيكل وهذا البناء صالح لكل مضمون لا أبداً المضمون سيزشكل على الرغم منكم من المضمون بشكل هذه الهيكل يعني مثلاً في طريقة الماسون برضو الاغتيال الاغتيال المعنوي والمادي للأعداء وللأفراد أيضاً الذين يفتحون أسرار الأخوية والجمعية ويخرجون عن خطها العتيد اغتيال يصل الأمر إلى الاغتيال القتل بالرصاص أو بغير الرصاص واضح؟ هذا سيحدث معك كتنظيم مسلم إسلامي حصير تغتال وهذا حصل وتقتل بالرصاص ومن غير محكمات ومن غير بينات كافية وين راح الإيمان هنا وين راح القوف من الله وإيش القصة هنا قصة أنه خلاص بيقلد وقعد بيقلد بدك واحد بيقلد تنظيم فاشيستي أو نازي ما سيطلع منه ما شاء الله سيطلع منه عمر الخطاب سيطلع نص على الأقل فاشيستي ونازي شاء أبا فقضية المشابه خضية خطيرة مش شرط أن تكون أنت اللي عملت هذا التنظيم أن تكون فعلا ضالعا في المسونية وأحد الأساتذ فيها أو حتى الأتباع لا مش شرط مش شرط ممكن تكون حتى ضدها لكن أنت تأثرت بنظمها وهياكريها وبنيتها وأساليبها وبرامجها فطبعا ستلقي بظلالها عليك ترجمة نانسي قنقر